شابان بحرانيان يواجهان خطر الإعدام في السعودية في أي لحظة هما جعفر سلطان وصادق ثامر المحكمة العليا السعودية صادقت على حكم بإعدامهما أضياء سبع سنوات في سجون آل سعود داقى خلالها شتى صنوف التعديب وسوء المعاملة سلطان نقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أشهر من التعذيب الوحشي واجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة لم يحظي بمحاكمة عادلة الشابان وهما من بلدة دارك ليب في البحرين اعتقل في مايو 2015 لدى عبورهم الجسر نحو السعودية اتهمتهما سلطات آل سعود وبلا دليل بمحاولة تفجير الجسر الرابط بين البحرين والسعودية أطلقت منظمة العفو الدولية حراكا لإنقاذ حياتهما بعفت رسالة إلى الملك السعودي طالبته فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام وبإعادة محاكمتهما وفقا للمعايير الدولية والتحقيق في مزاعم تعذيبهما إلا أن المخاوف تزداد من تنفيذ حكم إعدامهما فالرياض لا تأبه اليوم للمجتمع الدولي ولا لردة فعله تصاعدت وتيرة الإعدامات فيها مؤخرا خلفت أزمة أوكرانيا أزمة طاقة في العالم تشهد أسعارها ارتفاعا متزايدا لا تريد الدول الغربية إغضاب الحليف السعودي تغض الطرف عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان إكراما للفتر دولار ولمبيعات الأسلحات ترجمة نانسي قنقر